اشتركوا في القناة 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 الأولى والآخرة هما الشعب المغربي هم أبناء الشعب المغربي هم شباب الشعب المغربي هما الناس اللي ما لاقنش سبيطارات إلى آخرين ذوك رجعوا للتصريح الأخير المستفز دي الوزير العلو دي لهاد الحكومة دي الأخر نوش اللي هي ماشي أول قرار ولا آخذ قرار اللي تتاخذوا اللي كيكون ما كيخدمش مصلحة الشعب المغربي كانوا غير فاشي الله كان جات الحكومة دي الأخر نوش كانوا صحبوا واحد القانون المسمى الإتراءة الغير المشروع هاد القانون صفة عامة من أين لك هكذا كدرجوا لي واحد الفيديو خلاليكم هنا لك تشوفوا غير تشوفوا كانوا صحبوا هذا القرار وقالوا غادي نعدلوه دونك بقي معرفناش واش تعدل واش رجع رفوف البرنامال واش حيدوه واش أي حاجة اللي فيها محاسبة وفيها أين هو المال العام أين هي أموال المغاربة كذلك كانوا حيدو بزاف دي القوانين منها قانون المعادن قانون احتلال مؤقت للملك العمومي للدولة وغادي يبقى وحيدوه كشوفت الجمعيات الجمعيات اللي كتبغي تتكلم على أموال الشعب المغربي ده ما مبقاش عندهم الحق أنهم يتكلموا ولا يرفعوا الشيكاية بهذا المنتخبين ولا هد المسؤولين بقى وغير الجمعيات اللي ليتكلم شي منادل ولا تكلم شي صحفي ولا تكلم شي واحد اللي ما بغيش نظام الملك محمد الساديس بقى وغير الجمعيات اللي كيرفعوا بهم دعوة ولا كيرفعوا دعوة بأشخاص آخرين بهدف أنهم يجيوا من ضحايا مزيفين ولا أنهم يدخلوا بعض الأشخاص المنادلين ولا اللي تكلموا على الشعب المغربي وانتقلوا للمحور الثاني فيما يخص الإخوة أبو زعيصر في المحور الثاني والأخير من الحلقة غادي نتكلموا على الإخوة أبو زعيصر والدجل اللي بقعت مؤخرا بسباب وحد الترخيص الممنوح لهم واللي كيسمح لهم أنهم يحتلوا وحد الشاطئ كين في شمال المغرب هذا الشاطئ المسمى مارينا سامير واللي اعتبره مجموعة من الأشخاص أنه ترخيص مشبوه وانتهاك خطير للقانون خصوصا المادة 19.57 المتعلقة بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية هذه الرخصة المشبوهة والغير القانونية على حسب السكان المنطقة والتي تعطيت للإخوة أبو زعيصر ستسمح لهم أنهم يبنوا واحد مطعم كبير واللي سيكون على طول الشاطئ تقريبا سيأخذوا جميع الرمال في الشاطئ وجميع ذلك الواجهة للناس الذين يقدرون أنهم يمشوا للشاطئ لكي يعملوا سيكون ذلك شيء كامل ذلك الإخوة أبو زعيصر وهذا الشيء الذي يجعل الأشخاص ذلك المنطقة أنهم يخرجوا ويتكلموا ويحضروا على الحقهم كذلك هناك جمعيات التي تكلمت على هذا الشيء والتي اعتبرت هذا الشيء غير قانوني بتاتا البتة هو أبو زعيصر المعروف أبو زعيصر أعطوه رخصة ديال بناء واحد المطعم على امتداد الشاطئ ديال ماريناسمير كامل بمعنى أنه العامل ديال المضيق باع الشاطئ ديال ماريناسمير لتشخص هذا هذا الشاطئ اللي كان من أكبر الشواطئ والتيساعية تقريبا واحد خمسات المترو والأستاد المترو اللي بقات من عنده البحر وهذاك بقات ديال 4 مترو وخمسات المترو اللي بقات هي كذلك بقات مستطيلة حتى النهاية ديال الشاطئ ديال ماريناسمير هذا الشاطئ اللي كان من أكبر الشواطئ والتيساعية والتي كانت تسع يعني العداد الألاف من المصطفين وكان من أجود وأجمل الشواطئ الآن تم احتلاله وسط إعماره بشكلين أنا ما أنا يعني هذا الشي اللي شفت والمعطيات واللي كان في الشيمات يعني في التصور ماذا يراد أن يبنى هناك تكشيرها فضيع سيبنى مطعم طويل على امتداد شاطئ ماريناسمير بأكمله ما غيبقاش قبل ما نتكلم على أبو زعيسر وما هو أبو زعيسر ومين جاهد أبو زعيسر وما هي نوعية العلاقة التي تجمعه بأمير المؤمنين محمد السادس أريد أن نتكلم على نقطة مهمة ومهمة جدا وهي نقطة سوداء داخل المجتمع المغربي والتي تجعل بلدنا ما تزيلت القدم يكفي أنك تكون عندك أحد السلطة صغيرة ولا تكون عامل ولا مقدم ولا جنرال ولا كتعرف فقط هاد الأشخاص هاد الشي يخليك على أنك تحقر على أخوك المغربي وتاخد حقه وتاخد لي النصيب دياله بزاف ديال الأشياء وهاد الشي واللي بغاه النظام المغربي ولي داره النظام العلوي المغربي الناس الذين يعرفون الحسن الثاني في بات محمد السادس في مليليفر بخيفية الأولى من بين الكتب المفضلة الحسن الثاني كالكتاب ديال البرنس ديال الكاتب ماكيا فيلي والكتاب ديال صونزو لاردو لاغير ومن بين نقطة التي تكلموا عن هذه الكتب هي كيف تتعامل مع العدو من النظام العلوي تاخذ من الشعب المغربي عدو له كيف تقوموا عن هذه القادية للديفيزة للغاية؟ لذلك هم يتفرقوا المجتمع المغربي ويشاهدوا نقطة سوداء داخل المجتمع المغربي وفي يديهم أنهم يحيدوا ويجعلوا الأشخاص يتطربوا مع بدياتهم والحقركينة داخل أوساط المجتمع المغربي وهم عاجبوا هذا الشيء ويتطبقوا هذا الشيء الذي يقرأوا في الكتب داخل أفراد المجتمع المغربي يكفي على أن شيء واحد يكون عنده سلطة صغيرة أو شيء واحد يعرف هذا الشخص الذي عنده سلطة صغيرة يريد أن يحقر على أخوه المواطن المغربي ويريد أن يريد أن يريد أن يرسل هذه السلطة ويوجد هذا الشيء الكثير من الأشخاص يتشكون منه لا في الجماعات، لا في المقاطعات، لا في الكثير من الذين يأتي لهم الحق على أنهم يديروا المشاريع ومواطن ولا أحد من الشعب المغربي ما عنده حق، ولا بزفد الأشخاص يدخلوا وحدين أخرين ما عندهم كفاءات في بلاس مواطن المغربي اللي عنده بزفد الشهدات الشيء كنشوفوه داخل المجتمع المغربي وباش رجعون تكلموا على أبو زعيتر، هذا الشخص المقرب جداً من الملك محمد السادس أبو زعيتر اللي ما كنت تعرفوش هو هو وحد الرياضي، ما عنده الجنسية الألمانية والمغربية واللي على حسب عدة مجلات، خصوصاً المجلات الإسبانية، قالوا باللي دوز 4 سنين ديال السجن داخل ألمانيا وذلك لتورطه بأعمال إجرامية، كنشوفوه مؤخراً باللي دار بزفد المشاريع داخل المغرف في السلاف، بزفد المطاعم حلو في السلاف، بزفد الأشياء داره هو والإخوة دياله لكذلك الإخوة أبو زعيتر، ولا أحد الإخوة أبو زعيتر، شبنا بزاف الصحف ديال المخزن ولا الصحف ديال الدولة البوليسية، كنشوفوه خيد صور مع الملك محمد السادس وكذلك على حسب العديد من الجرائد الدولية، وكذلك على حسب العديد من الجرائد الدولية وكذلك الجرائد المخزنية، والذي التولى البوليسية، والذي نشروه هذا الخبر كجلوب اللي الملك محمد السادس، أعطى وحد الأقصر، ولا وحد البلاط بالخدم دياله وكذلك أعطاه لصديقه المقرب أبو زعيتر، كذلك صور أبو زعيتر في العديد من المناسبات الشخصية مع الملك محمد السادس في العطل الرسمية دياله، وكذلك في اليخش ديال الملك محمد السادس هذا الشيء كبارا على أن هذا الشخص مقرب جدا من الملك محمد السادس نحن ما بغناش دخلوه في الأمور الشخصية، كنت تكلمو فقط على ما نشيره من عند الجرائد ديالهم ولا من عند الصحف المخزنية والصحف العالمية، هذا الشيء فقط كنقولو لكم هذا الشيء كيبقى شخصي، وكذلك فقط كنقولو لكم بللي هذا مقرب من الملك محمد السادس ويعني هذا الشيء واللي خلاه على ربما أنه ياخذ ذاك الترخيص، ولا ياخذ ذاك الرخصة على حسب الجمعيات لكين انتماك الرخصة الغير القانونية واللي استغل بها الملك العام واللي استغل بها الشواطئ والشاطئ اللي خص يكون للمغاربة، وتقولو الإخوة أبو زعيسر باللي هذا الترخيص اللي خداه هو ترخيص قانوني على حسب أشنو قالو، كما شفتوا معايا في هذه الحلقة كيف يتم التلاعب بالمال العام، كيف يتم التلاعب بالشعب المغربي كيف يتم التلاعب بأموال الشعب المغربي، سواء مع التصريح ولا مع الحكومة دي الأخ النوش ولا الحكومة السابقة ولا التصريح خصوصا التصريح دي الوزير العدل يحصره واللي قال باللي الجمعيات اللي كتراقب المال العام، ما شي من الحق أنها ترفع شيكاية ولا دعوة بهذا المنتخبين ولا الشخصيات، الحين أنه تكون شي دولة ديمقراطية واللي الشعب المغربي يختار شكل يحكموا، شكل يحكم عليه، ولا معجبوش الشعب المغربي، ولا معجبوش ذاك القرارات السياسية اللي كي ياخذ هاداك الشخص اللي كي يحكم نجيبه وحد أخر إحنا المواطنين المغاربة ما عندناش الحق أننا نختاره، محكم علينا أن يبقى ملكية ويجي ملكية ويجي الإبن دياله ويجي الإبن إبن دياله، أشخاص الذين لم نختارهم أبدا أبدا، أتمنى أنكم تخليوا لي تعاليق ديالكم أسفل الفيديو في الخانة المخصصة للتعاليق تقول لي فيما يخص الموضوع الأول الخاص بالتصريح المستفيد لوزير العدل، كذلك فيما يخص الموضوع الثاني للأبو زعيتر والعلاقة التي تجمع أبو زعيتر بالملك محمد السادس وهذا الرخصة اللي قانونية التي تعطيت لهم بجي أنهم يستغلوا شاطئ جميل كشاطئ مارينة سامير وطلقا إن شاء الله في الفيديو جاء ما تنسوش بغتاجه الفيديو على أبعد نطاق وطلقا إن شاء الله في الفيديو جاء، بس لما عليكم باباي اشتركوا في القناة